نروح بقى لمسابقات الناشئين خلاصل على الأبواب إن شاء الله مسابقات الناشئين هتنطلق الأسبوع القادم وهنكون مع حضراتكم زي ما معاودينكم على شاشة قناة النادي الأهلي استادي الأشبال وهنزيع لحضراتكم مباراة الناشئين على الهواء مباشرة ونكون فيه ستوديو تحليلي معنا والكابت محمد حشيش والدكتور أحمد سابت وفقرة التحكيم الكابت الناصر عباس ودائماً نكون موجودين معاكم في المباراة لكن قبل ما نشوف يعني مباراة الجوالات القادمة نشوف شروط مسابقات الناشئين أو شروط المسابقات لبعادتها الاتحاد المصري لقرة القدم للأندية زي ما احنا شافين قدام حضراتكم دلوقتي المسابقات القادمة هتكون في الموسم الجديد 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 دي هتكون بطولات الجمهورية بطولة 2003 و2005 و2007 البطولة دي هتقام من دوري من دور واحد دوري من دور واحد بعد كده هتقسم الفرق إلى مجموعتين مجموعة هتنافس على المركز الأول المراكز المتقدمة وبعد كده على مراكز الهبوط ده بالنسبة ل2003 و2005 و2007 2006 و2008 و2009 هتكون المسابقة دي من دوري من دورين بعد نهاية المسابقة بقى عشان ما يحصلش جدل وكلام كتير من اللي فاز بالبطولة النادي الحاصل على أكبر عدد من النقاط هو بطل البطولة أو هو بطل المسابقة في حالة التساوي بين فريقين في النقاط يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة مواجهات المباشرة بين الفرق هو ده اللي بيتم الاحتكام عليه طيب في حالة التساوي بيتم نظام فارق الأهداف ليه كم هدف أو عليه كم هدف في حالة التساوي يطبق نظام فارق الأهداف العام في البطولة ليهوا عليه فالنهاردة دي شروط مهمة جدا قبل انطلاق المسابقة بيتم رسالها اتحاد المصر وكرة القدم للأندية عشان تبقى الأمور واضحة مين اللي هيفوز بالبطولة زي ما شفنا من حوالي تاتة أربع سنين الجدل الكبير في حالي حصل في موراة الأهل والزمالك فالنهاردة اتحاد الكرة بيبعت للأندية كلها أيضا من ضمن الشروط عملية الهبوط من القسم الأول للقسم التاني بيهبط عدد ست فرق الأخيرة بدوري 2003 يبقى النهاردة في المسابقة 2003 آخر ست فرق في المسابقة دول بيروحوا الدرجة التانية للدرجة الأدنى للشباب يهبط عدد خمس فرق الأخيرة بدوري الجمهورية موليد 2005 في دوري 2006 بيهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة في دوري 2007 بيهبط عدد ست فرق الأخيرة في دوري 2008 بيهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة بدوري الجمهورية وفي دوري 2009 بيهبط عدد اتنين فريق آخر فريتين في جدوى المسابقة هم اللي بيروحوا الدرجة الأدنى علشان تبقى الأمور واضحة أيضا في ترتيب الفرق مين اللي هيهبط فيه نهاية المسابقة نروح أيضا للاشتراطات الطبية وده شيء من الحاجات المهمة جدا بنشوف أحداث بتحصل قدر الله ممكن شفنا من فترة كانت حالة وفاف ملعب فين عربية الإسعاف مش موجودة والناس بتجري هنا وهنا نهاردة مسابقات الناشئين بيكون فيها عدد كبير سواء من اللاعبين إلى جزء الفنية وأيضا من أولاد الأمور علشان كده كان فيه مهم اشتراطات طبية للمسابقات دي في حالة عدم وصول سيارة الإسعاف لا هو في يعني لازم تكون عربية الإسعاف موجودة طيب في حالة عدم وصول سيارة الإسعاف حتى موعد بدء المباراة وانتهاء المهلة القانونية النهاية الحاكم هد 20 ديئة للفرقة اللي بتستضيف الفرقة 20 ديئة لعربية الإسعاف ما جاتش انت خسران المباراة طيب على إدارة الفريق المضيف إحضار أصل الإصال الدال على حجز سيارة الإسعاف وإرفاق صورة منه بتقرير حاكم المباراة وفي حالة عدم وجود الإصال مع إدارة الفريق يعتبر الفريق المضيف مهزوماً 2-0 يعني النهاردة الفرقة الإدارة حجز عربية الإسعاف عربية الإسعاف ما جاتش الحاكم بيكتب في التقريب بتاعه الكلام ده طيب الحاكم النهاردة والداري مقدمش الإيصال اللي حجز بها عربية الإسعاف يبقى الفريق بتاعه مهزوم 2-0 يلتزم كل نادي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع اللاعبين قبل بداية الموسم وتسجيل ملف كامل عن حالة كل لعب أتمنى هنا من المناطق وإتحاد الكرة أن يرأي بالنقطة دي بشكل كبير النهاردة طبعا النادي الأهلي بيعمل الكلام ده بشكل كبير جدا في النادي الأهلي في بداية الموسم ونص الموسم ونهاية الموسم لكن فيها أندية ما عنداش الكدرة المالية ممكن يولد يبقى عنده حالة صحية عنده مشكلة في حالة صحية فلازم النهاردة الاتحاد ولازم وزارة شابه رياضة تساند وتدعم الملف ده النهاردة الكشف الطبي على الناشئين في الأندية فيها أندية ما عنداش الكدرة المالية فلازم النهاردة قبل انطلاق الموسم لازم كل الأندية واتحاد المصري يرأي بالملف ده أنه ده ملف مهم جدا نروح أيضا من ضمن الاشتراطات المهمة في المادة التامنة في الاحتجاجات ودي منشوفها بتتكرر كتير جدا لما المسابقات بتنطلق الفرقة دي فيها لعيب سنه مش مظبوط الفرقة دي فيها لعيب وراه مش سليم في المسابقات التي يجب إجراء أشعة على رزغ اليد لموليد 2008-2009 النهاردة الاتحاد المصري أخطر الأندية أن قبل انطلاق المسابقة لازم موليد 2008-2009 يعمله الأشعة دي عشان نشوف مين اللعيب اللي سنه مش مظبوط وفي حالة اعتراض نادي على أي لعب من الفرق الأخرى المشاركة في البطولة بعد إجراء تلك الأشعة يتم عمل أشعة جديدة لعب المعترض عليه احنا معترضين على لعيب هنعمله أشعة تانية في مركزين مختلفين لتلك الأشعة على أن يتحمل النادي الشاكي مصروفات تلك الأشعة النادي اللي هاشتكي هو اللي هيدفع على الأشعة دي تمنها وفي حالة أن أثبتت الأشعة أن عمر اللاعب صحيح يتم توقيع غرامة مليئة على النادي الشاكي يعني أنت اشتكت لعب فلاني طلع اللاعب سليم هتدفع غرامة مليئة طيب طلع كلامك صحيح وطلع اللاعب مش سليم هيتم توقيع الجزاءات المنصوصة عليها بلاحة المسابقات في هذا الشأن ويتم إيقاف اللاعب عن المشاركة معنا دي هيتم إيقاف اللاعب مباشرة هنروح بقى بعد كده للشروط العامة ودي نقطة برضو من النقطة المهمة تقام مباريات موليد 2003 و2005 الفقرة اللي بعد كده يا شباب روح للمادة التاسعة المادة التاسعة برضو دي من النقطة المهمة جدا هتكون جاهزة معنا دلوقتي على الهوى المادة التاسعة في الشروط العامة تقام مباريات موليد 2003 و2005 ودول العمريين السنيين اللي تحت الدرجة الأولى 2003 و2005 تقام على ملاعب من النجيل الطبيعي ولن يسمح باللعب في هتين المرحلتين على ملاعب النجيل الصناعي ده شي ممتاز جدا يسمح بمشاركة عدد ثلاث لعبين من المقيدين بالفريق الأول في برطوط الجمهورية موليدة 2003 يعني النهار ده لو في لعبة في الدرجة الأولى ما بتلعبش وما بتشاركش يحق للعيبة تنزل تلعب في مسابة 2003 لعيبة وده شي جيد لتجهيز اللعيبة برضو يحق لكل فريق إجراء خمس تبديلات في كل مباراة لسه الأمر لا ثابت وده شي جيد علشان يدي النهار ده فرصة أكبر للعبين نها تشارك في المباريات نروح بعد كده بقى للمباريات حصل تعديل في موعد مباريات بطوط الجمهورية كان تم الإعلان إن المباريات هتنطلق في الساعة الثالثة عصرا لكن اتحاد الكرة بقى تلندية وعد للمواعيد وقال المباريات ستنطلق في الساعة الرابعة عصرا وأنا شاف الأمر ده جيد علشان طبعا درجة الحرارة العالية فده شي جايد نروح بقى لجدول بطولة الجمهورية مواليد 2003 هينطلق إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الأحد تلاتة تسعة ببلدية المحلة أمام الأهلي في ملعب بلدية المحلة الرئيسي ده بالنسبة لمواليد 2003 وانطلاق المسابقة نروح بعد كده لجدول بطولة الجمهورية مواليد 2005 هينطلق الأسبوع القادم هينطلق الأهلي أمام بلدية المحلة في ملاعب النشئين في مدينة نصر وان شاء الله ممكن يعني بصورة كبيرة تكون المباراة دي معنا إن شاء الله على الهواء مباشرة ونعمل السوديو تحليلي وهتنطلق أولى مباراتنا مع الأهلي مع بلدية المحلة مواليد 2005 وهتكون الساعة الرابعة عصرا للمباراة ويكون السوديو تحليلي من الساعة الثالثة عصرا بإذن الله جدول بطولة الجمهورية مواليد 2007 هيكون الأهلي مع فرقه في ملاعب النشئين في مدينة نصر هيكون يوم الخميس سبعة تسعة بإذن الله جدول 2009 2008 ماشي 2008 هيكون الأهلي أمام لفنة في ملاعب النشئين في مدينة نصر هيكون يوم السبت تسعة تسعة جدول بطولة الجمهورية مواليد 2009 هتكون يوم الجمعة تمانية تسعة الأهلي أمام زد نادي زد هيكون في ملاعب النشئين في مدينة نصر أخيرا مسابة 2010 من خلال منطلق توسيع بقى القعدة دي آخر مسابة عندنا بعد الجداول الاتحاد قرر هتكون مسابة دي ألف وبه هتكون مواليد 2010 المسابة هتكون مسابة ألف وهتكون به علشان يوسع يعني المشاركة العدد كبير من اللاعبين هي دي كانت شروط المسابات اللي منتمنى إن شاء الله لعب النادي الأهلي والقاعدة النشئين الكبيرة في النادي الأهلي لتنطلق الأسبوع القادم كل التوفيق ليهم قبل ما أروح للفاصل